طيب انت انت اشرت للتويتر لانه التغريدة اللي انا كتبتها شفت من بارح كذا حد بيكلمني بيقول لي اكتر من حد في الناحية التانية بيقول لك انتو اولا انت ليه كتبت التويتر ولا للمرة التانية احنا في اخر حلقتين وحنا بنتكلم قلنا الزمالك صاحب حق الزمالك صاحب حق صاحب حق لانه كفاية انه معاه جواب من الاتحاد الافريقي لكن هو حق الزمالك ما يكونش الا لما تيجي تقول لي مصر ما فيهاش امن وامان فيه اسبوع الناس بتتكلم ان فيه احداث هي فين المسئولية من المسئولية ومن الامانة ان انا بقول لك من الامانة المهنية حتى مش من المسئولية الوطنية من الامانة المهنية ان انا كواحد مرائب ومحلل وشايف انا بقول ان الزمالك معاه حق واضح وصريح لانه معاه جواب من الاتحاد الافريقي بناء على ايه الاتحاد الافريقي كلينا فيه دقة حتى مش مسألة حق ما علوش غلط مؤكد ما علوش غلط ما عندوش خطأ راح برج العرب بناء على خطاب من الاتحاد الافريقي بالموافع على نقل المباراة ده يحفظ له حقه القانوني ويكفي ده قلناه هنا قلناه هنا لكن انت عايزني ما قلشي ان مصر فيها امن وامان عايزني ما قلشي انه بعد ما الاندية الافريقية والمنتخبات الافريقية كانت تبعد تقول مش هنلعب في مصر وعايزين ننقل المباراة كده فانا اجي اقول انا كمصري جي اليوم ده النص جي اليوم اللي فريق سنغالية تسابق لاثبات ان مصر بلد الامن والامان مهما كانت اه اه نية علاقة ده في الزمان لا تعالي فتش معايا تعالي فتش معايا في النوايا قول لي فين اصلا في كل اللي مكتوب ده ان انت عايز تدخل في نوايا وتقول اصداد بان على ده شلتها ليه بقى لانه في حد بيقولك طب شلتها ليه اولا ديت انا حطتها يوم الحد بالليل بعد الساعة لقيت فيه خناقة كبيرة بعد ما الاخوة في برنامج الزمالك اتكلموا عليها وقعدوا مش يفتشوا في النوايا فتش في النوايا عايز تحاسبني تعالي حاسبني على على الناحية اه الساعة واحدة اللي عشرة بالليل صباح الاتنين تلاتين سبتمبر شوف لنص وتعالي حاسبني تعالي حاسبني باي معيار مهني اخلاقي قيمي وطني جنائي اه المعيار اللي انت عايزوا تعال اقول لي التلات جمل دول فيهم ايه عايز تفتش في النوايا عشان تحولها لاخناقة عشان يتقال ايه اولا انا شلتها لانه بصيتها باشواندس لقيت بعد ما هم تكلموا فيها ناس اتزاقت تدخل تشتم في جمهور الاهلي في جمهور الاهلي يرد بصيت لقيتها انا عمالة اشين اينا بقى ده ماربط الفلس الخناعة تروح تشايلها منعا ان الناس اللي اخاني بقى على صفحتك هاي بقى على صفحتي بالناس بتتشاتم اه ما يصحش يكون فشلتها لكنه انا ما زلت مصمم قولي انا اجرمت عشان اقول انه كويس ان الجانب السنغالي ذكر مصر بخير وقال انه مصر بلد الامن والامان بعيدة عن المشكلة نفسها وقلت بعدها او قابلها باشواندس دي اللي بعدها هي شي كويس اه شي كويس شي كويس لمصر شي كويس لصالح بلدنا ان الفريق السنغالي يثبت بالصورة والدليل ان مصر بلد الامن والامان ده شي كويس لمصر ولا لا ما هو ده اللي بدهش نيليه لا اصلا يقول لك ايه اصلا انت بتقول لانا يا اصلاد زبراهيم التحوير مستمر على كل كلمة نقول لك طب خدي عشان بيتقال اصلاد كل الشتائم وكل الكلام الفرغ اللي حصل بسبب التويتا ديت التويتا ديت الساعة واحدة ونص صباح لاثنين البلاغ اللي النادي الاهل يقدمه لمعالي النائب العام واللي راحت له مذكرات كتيرة باللي حصل سواء اول امبارح او في الشاكوى بتاعة يناير بلاغات كتيرة موثقة لكن البلاغ اللي تقدم اول امبارح ذكر فيما ذكر ما حدث من رئيس نادي الزمالك في مذكرة الاهل للنائب العام ده العريضة بتاعة الكامتر محمود الخطيب والعميد محمد مرجان وانا النهاردة قدمت بلاغ اخر طيب الكلام اللي مكتوب على ما ورد من رئيس نادي الزمالك امتى في حلقتين 28 و29 سبتمبر يعني ابلقى بسبوع ابلقى بيومين يعني انت يوم 28 يوم السابق انا كنت يوم اتنين اه وانا التويتا فاجر الاثنين واحدة صواح الاثنين يعني بص البلاغ للنائب العام زاكر ما حدث من وقاع سب وقصف من رئيس الزمالك في حق الشاكيين الكامتر محمود الخطيب والعميد محمد مرجان يوم السابت بالليل لمدة 53 دقيقة الناس بقى اللي حساسة قوي اللي فجأة الكلمة اللي اتكتبت هي اللي استفزت وهي اللي عملت يجاوبوني دي تغطية ابراهيم ما هو يعني بس عايزين ياخدوا المشكلة في حتة تانية عصله ده استفز استفز يعنيه هو بقاله شهر وبقاله سنة استفز شفته المسألة قبلها بيومين الناس اللي بتتكلم على التويتا قولوا لي ايه اللي فيها هل مصر فعلا مش بلد الامن والامان ليه ما قلتوش ان احنا رأينا اللي قلناه بشكل واضح الزمالك ما عندوش مشكلة قانونية ويكفيه ان هو معاه جاوب من الاتحاد الافريقي فجأة حولوا عصد ده السبب من غير ما يذكر كل التفاصيل السابقة اللي تقالت قبلها بيومين والشكاوة اللي من شهر يناي انت عارف يا سيد زبراهيم ممكن ممكن التويتا دي تتشهن بالطريقة دي في حالة واحدة بس ها ان زمالك يكون عامل جواب بيقول مصر القاهرة مش امينة انقلوا للماتش يقولوا لا القاهرة امينة لو احنا قلنا بقى لا نشكرهم ونقول القاهرة امينة تقول انت متبني موقف معاكس لوجهة نظر الزمالك بس الزمالك لا بعد جواب ولا طلب نقل الماتش ولا في حاجة من الزمالك برا القصة هم دخلوا الزمالك في القصة هو القصة كلها الاتحاد الافريقي جانوا من الاتحاد المصري جواب يبقى الموضوع بين ثلاث جهات جنراسيون الاتحاد الافريقي بنا قراروا على جواب من الاتحاد المصري ازا ما قالك في الاخر نفذ وجهة نظر استقر عليها في الاتحاد الافريقي كون بقى جواب ده طلع ازاي من الاتحاد الافريقي دي مشكلة الاتحاد الافريقي فانت الكلام ده مش بنقوله علشان يعني احنا بنقوله لان هو ده كان الصياق الطبيعي في علاج الازمة ورغم كده هتيجي تقولي وانت مالك وانا مالي ما تخليش مال بقى في الموضوع ما انت ما تتم ما تردش عليا لان انا ما كتبش حاجة ضدك لا انت طلبت النقل فانا قلت لأ ده بتنقل ليه ده القارق امين انا مقولش كده ولكن الموضوع يعنينا الموضوع يعنينا في ايه ما احنا تنقل لنا ماتش وروح ننفذنا هتقولك تب ما هو انت تنقل لك ماتش ولعبت هناك لان الفرق اللي لعبتني وفقت الفرق اللي بتلعبك لسبب اللي او اخر في دمخ حد ممكن حد يكون محرده زي ما انت متصور ممكن بس يعني مش عايزة موفقتش هنا القزمة ابتدت يا اخوانا ما تحطوش النادي الالف في مواجهة مستمرة مع الزمالف بلا مناسبة صحيح